أربعون حالة طارئة نقلها الصليب الأحمر من مراكز التزلج اللبنانية منذ بداية هذا العام رقم لا يختلف كثيرا عن بلدان تزلج أخرى شائعة حوادث التزلج لكن عند وقوع الحادث تبقى جهوزية وسرعة الإسعاف نقطة فصل بين الحياة والموت خمسة إلى ستة شروط إسعاف موجودة في حلبات الغرب أكشاك هواتف لطلب النجدة أو رقم نجدة يوز على المتزلجين مراقبون أو ما يعرف بالبيستوغ وهم حملوا شهادة إسعاف أكثر من سكيدو مع حمالة جرحة لنقل المصابين غرفة إسعاف وعدد من سيارات الإسعاف التي تعمل 24 ساعة وفي الحلبات الكبرى مراكز طبية مجهزة بتصوير أشعة وطبيب طوارئ 24 ساعة كما تستعمل الطوفات لنقل الحالات الطارئة في مدرجيك فردبيان والزعرور نجد أشخروط الأربعة الأولى فيما يطالب المعنيون بالمساعدة لتطبيق آخر شرطين نطلب إذا ممكن يكون فيه مدسان إرجنتيس موجود على طول بالمركز لأنه هذه الشغلة الوحيدة اللي بتسمح أن الحكيم يقدر يعطي أول سوان قبل ما يوصل على المستشفى لازم يكون اتفاق بين الكل يعني بين وزارة السياحة وزارة الصحة الصليب الأحمر والمحطات إذا كان عنا مساعدة من الدولة عنا شيء ميديكال سنتر يقدر يقوم بأشياء أو نصير مثل محطات أوروبا نقدر نستعمل أليكوبتر لإنقاذ الحالات هذه كمان نتمنيها بس يرات أما في مدرج الأرز فتأمين الشروط متفاوت يقول إلي فخر مسؤول سلامة الحلبات في اتصال مع الـ LBCI إن الصليب الأحمر وسيارة الإسعاف موجودان في نهاية الأسبوع فقط ولكن يمكن طلب سيارة إسعاف في أي وقت من مركز بشري والملفت أن في الأرز عملية النجدة لا تكون علامة سكيدو بل يستعين المسعف بالمزلاج الصليب الأحمر دعا إلى تجهيز أفضل لغرف الإسعاف على المدارج تجهيزة معدات طبية مع أطباء لأنه كان عادة يطلع أطباء من وزارة الصحة يأمنوا من زمان يأمنوا بهذا الموضوع وأطباء مش مهم يكون في طلب